السلام عليكم معكم مدير صفحة الصحة لجميع الفيسبوك اليوم في هذا الفيديو سأجاب على الأسئلة التي طرحتها على منشور الأسئلة التي نشرتها قريباً سباعين على الفيسبوك اليوم لا سأجابة على كل الأسئلة التي طرحتها لأن الأسئلة كانت كثيراً ومواضيع مختلفة سيكون الفيديو رائعاً طويل لأسبب اليوم سأجاب على بعض الأسئلة وواقيت الأسئلة بجاوب عليها في فديوات جديدة قبل ما نبدأ أنا أحب أن نوع على شغلي كمان إنه يلي يحب يسمع إجابة سؤال معين إنه ينزل على الوصف ويختار السؤال اللي يحب يسمع إجابته لكي نسمع إجابته مباشرة أما إذا أنتم حابين تبدوا معنا من البداية يمكن تسمعوا معلومة همكم أو تفيدكم دعونا نبدأ سوا السؤال الأول يقول نقص فيتامين بي 12 الآن فيتامين بي 12 ليش مهم؟ الآن فيتامين بي 12 بالبداية مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء اللي هي مسؤولة عن نقل الأكسجين لكل أعضاء الجسم ومهم كثير لجهاز العصبي كمان العصاب والسيال العصبية وغيرها الآن مين ينصاب بنقص فيتامين بي 12؟ أكتر ناس ينصاب وينقص فيتامين بي 12 وأن الناس اللي نباتين اللي ما بيعكلوا لحوم بشكل أساسي لأن اللحوم هو أكتر عنصر غزائي غني بي بيتامين بي 12 أي حدا نباتي لازم يأخذ مكملات بيتامين بي 12 لا يتجاوز هذا النقص كمان الكبار بالسن الأشخاص الكبار بالسن بس كبروا بالعمر يصير في معهم النقص بالبيتامين بي 12 السبب أنه ما بيقدر جسمه يمتص البيتامين من الغزاء مثل الناس الشباب يعني الناس اللي عندهم مشاكل بالجهاز لهم اللي عندهم أمراض مثلاً اللي عندهم قرحة معيدي أو اللي عندهم التهاب وعلون أو في عندهم اللي عندهم حساسية ضد بروتين اللي غلوتين اللي هو موجود بالقمح والشعير هادول الأشخاص كمان ممكن ينصابه بنقص فيتامين بي 12 لأن جسمه يستطيع أن يمتص فيتامين من الغزاء شو الأعراض اللي بتصيب الشخص اللي مصاب بنقص فيتامين بي 12 هلا إذا كان النقص كتير كبير بيصير في معه في أردم ناجم عن نقص فيتامين بي 12 بيصير في عنده ضعف في العضلات بيصير في تلف بالعصاب والتالب بيحس بأنه في عنده خدر أو تنميل بالجسم بالإيدين بالرجلين وشو كمان ممكن كمان يصير معه يصير في معه اضطرابات بالمزاج بيصير عنده تقلبات مزاجي بيشعروا بالإرهاء بشكل دائم يعني هدول هني الأعراض يعني الأكتر شي ممكن تظهر على الشخص اللي بيصير في عنده مقص به هذا البيتامين هلا المصادر الغزائي اللي بتخلي إنه الواحد يتجاوز النقص إذا كان النقص قليل إذا كان النقص كثير بيحتاج الإنسان ليأخذ مكملات عن طريق حقان مثلا أما إذا كان النقص مثلا قليل عمل الفحص والآن النقص ما كثير كبير فممكن يتجاوز هذا النقص عن طريق تناول اللحوم بشكل أساسي دواجن، أسماك، لحم الغنم، لحم البقار ومنتجات الألبان بشكل أساسي لمنتجات الحيوانية السؤال التالي بيقول ما هو أنسب وقت لتناول أراس الحديد لتقوية الدم؟ أنسب وقت لأخذ مكملات الحديد هي بعد ما يفيق الواحد من النوم على معدي فعضة أو بعد الأكل بساعتين يعني المهم ما يأخذوا مع الأكل لأن الأكل بايع أمتصاص الحديد أو أنا بفضل أن يأخذوا قبل النوم لأن ممكن مكملات الحديد تسبب انزعاجات بالمعدي له سبب قبل النوم إذا الواحد يأخذوا يأخذوا بنام ما يحس وأنا بنصح أن يأخذوا مع كاسة عصير برتقال لأن عصير فيه بيتامين سي وبيتامين سي بساعة على امتصاص الحديد في الجسم الآن لا يجب أن يأخذوا مع شاي أو أهوي لأن الأهوي والشاي يمنعوا امتصاص الحديد سؤال التالي يقول أنا عندي ولدي عمره أربع سنوات شهيته مقطوع عن الأكل طيب الآن الولد إذا كان في عليه أعراض مثل الإسهال دفاع بدرجة الحرارة يتقيا ينستطيع أن ينام يتكيب كثيرا ينستطيع أن يلعب أو أعراض أن يدلل أنه مريض يجب أن يأخذه إلى الدكتور الآن إذا أعراض هذه الأعراض لا يوجد أياها فقط أن يأكل فماذا نستطيع أن نأكل الآن في هذا الحال أنا نصح إلى أن كل ساعة أو ساعتين ندم له أكل وجبة صغيرة أنه خلي يأكلها ما أنه مثل الأكبار لازم يحطه وقت معين لازم الولد يأكل فيه بعدين ما فيه أكل ممكن لأنه ما يكون جوعا وقت نحن حطينا الأكل هو ما يكون جوعا يعني الأطفال ممتل الأكبار أنه فيه وقت معين بيجوع فيه أو مثلا بيكون ما عندهم شهي بهذا كل أطفال السبب الأفضل أنه نحن نقدمنا الأكل أكثر ممرة خلال اليوم الأطفال بشكل عام لازم يأكلوا ثلاث وجبات رئيسية باليوم ويأكلوا بيناتهم يعني مثلا نقدم لهم بين واجبات الأكل موزية، تفاحة، خيارة يعني هيك شغلات تنقرأ شو فيها بين واجبات الأكل إذا قدمنا له أكثر ممرة الأكل كمان مع بيأكل نحن خلينا ننوع له الأكل أنه ماك اليوم لازم يأكل طفل مثلا بيض على فطور يشلاب حليب مثلا وشغلة مهمة أنه نطبخ للأكل اللي بيحبه ونحاول كمان ننلهي مثلا لما نحط الأكل خلينا نشغله برامج الأطفال اللي بيحبه اللي يتفرج عليها هو عب يأكل السؤال التالي بيقول ما هي الأطعمة المفيدة للحامل لتقوية الجسم؟ هلأ بشكل عام الحامل لازم تأكل الخضروات والثواكه يعني هاي أهم مشاعر لي بالنسبة خلال الحمل واللحوم طبعا ضرورة لازم تأكل كمان لحوم لأن فيها بروتيين وفيها فيتامينات بس اللحوم لازم تكون مطبوخة كتير منيح الأخص السمك السمك ما لازم تأكل الحامل ما لازم تأكل سمك نيئ سوشي مثلا ما لازم تأكل مثلا بيض نيئ تعملوا مثلا بالكوكتيل أو هيك كمان ما بصير هلأ أنا بنصح كمان أنه هي تأخذ من لما تعرف أنه هي حامل تبلش تأخذ حديد وتأخذ حمض الفوليك أنا هون وبصفحة تيسبوك كمان في كتير فيديوهات نشرتها عن الحمل نحن بلشنا سلسلة عن الحمل ووصلنا للأسبوع الثامن فيعني بنصح أن تشوفوها في كتير معلومات مفيدة وإن شاء الله نحن نكمل السلسلة بالأيام القادمة إن شاء الله طيب السؤال التالي بيقول أريد أكل يزيد الفيتامينات بالجسم نفس الشيء الخضروات الفاكهية أكثر أهم مصدر الفيتامينات وكمان بالقناة وصفحة الفيسبوك في كتير فيديوهات عن الفيتامينات أنا رحط الروابط بالوسط يكون ترجعوا له كل الفيتامين قاتب أنا فيه شو أهميته وأهم مصادر رزائي تبعيته السؤال التالي بيقول فما نتعصب كي يتسرع دقلات القلب ديالي بزاف وكي يشدني تنفس سخفة طيب أنا اللي فهمته من السؤال إنه هو يحصل مع صاحب السؤال أو صاحب السؤال يحصل معه يتسرع في القلب يحصل معه يتسرع في القلب وضيق في التنفس أنا لأسف ما بقدر إفهم كل اللهجات نرجع أنه صاحب السؤال عندما يعصب يتسرع في دقلات القلب ويضيق التنفس هذا الشيء طبيعي نحن لما نعصب كل إنسان يتسرع في هذه الحالة لماذا؟ لما نعصب تم إفراز هرمونات مثل أدرينالين والأدرينالين وتسبب هذه الهرمونات تسبب إرتفاع في معدل ضربات القلب وضيق في التنفس فهذا الشيء طبيعي المطبيعي بالنسبة للحال المطبيعي أنه الشخص لما يعصب أو يبذل الجهد ما تسرع دقلات القلب عنده أو ما يصير في عنده يصير يأخذ يزيد معدل التنفس عنده السؤال يقول هل يتناول الكورتيكويد بالقروز الزوائد الجلدية والثقاليل الكورتيكويدات التي لا يعرفها هي عبارة عن أدوية أهم الكورتيزون يأخذها المرضى المصابين بأمراض كثيرة مثل الربو الناس الذين لديهم مشاكل بالجهاز اللاغمي مثل المرض كرون الناس الذين لديهم التهاب مفاصل لرومتو إيدي والناس الذين لديهم مشاكل جلدي أمراض الجلدي أهم الأكزيمة كثير من الناس تحتاج لتأخذ كورتيكويدات الأهم الأعراض الجانبية الأثار الجانبية للكورتيكويدات هي أنه تسبب هشاشة بالأيظام وبتسبب ضعف جهاز المناعة هذه طبعا إذا تم أخذها على المدى الطويل بالنسبة لأثار الجانبية على الجلد بالذات هي بتسبب ترقق بالجلد بتسبب ظهور تصبغات على الجلد بتسبب ظهور خطوط حمراء على الجلد أهم بتأدي لأنه بإلتقام الجروح لا سبب أنا أستبعد أنه هي بتسبب ظهور زوائق الجلد على الجلد للإجابة على السؤال وطبعا هذه الكورتيكويدات الإنسان ما لازم يأخذها إلا باستشار الطبيب مختص إذا كان طبعا يستخدم على مدى الطويل السؤال التالي يقول بعد العلاج والشفاء من مرض سرطان الثدي منذ سنوات سؤالة ما هو سبب عودة المرض من جديد بعد تعافيه ايه هو الشيء اللي يخليه يرجع طيب الآن للإجابة على السؤال سبب عودة السرطان ممعروفين بعد ما الامرأة تشفى من سرطان الثدي إنه ليش ممكن يرجع المرض أو ليش بيرجع المرض يعني هذا الشيء ممعروف مثل الإصابة بالمرض بالبداية كمان يعني ما فيه سبب معين معروف مي بالمي إنه هذا هو السبب ليخلي السرطان منصاب الإنسان بالسرطان أي سرطان الآن فيه أسباب ويراسي فيه أسباب جيني فيه أسباب بسبب علاجات الأشعة مثلا الامرأة أو الشخص منصاب بمرض معين مثلا مثل بسرطان معين مثلا سرطان الغدد اللنفاوي باتشكن معروف باسم باتشكن فتم علاجهم بتم علاجهم بالأشعة هاي الأشعة العلاج بالأشعة يعني عامل خطر لأنه الشخص يصاب بسرطان الثدي أو المرأة يصاب بسرطان الثدي طبعا سرطان الثدي ممكن يصيب للرجال والنساء مو بس النساء يعني هو شائع عند النساء أكتر طيب هناك دراسات أنا مرة قرأة الدراسة أنه بتقول أنه حبوب منها الحمل ممكن العامل خطر لأنه تسبب السرطان الثدي أنه المرأة يصير في عندها احتمالي أكبر من يصير في عندها سرطان الثدي وفي دراسات قالت أنه الغذاء نمط الغذاء زيادة الوزن من التدخين بس هذا شيء يعني مو مسبط يعني بالنتيجة للجواب على السؤال شو السبب اللي بخلي يرجع هذا الشيء مو معروف للأسف يعني الحد الآن طبعا قدر يحدد أنه ما يدخل الإنسان بتعقيدات وما يصير أنه السرطان يكبر أكتر أو ينتشر لأعضاء تانية بالجسم فلسبب اكتشاف أي سرطان بشكل مبكر هو عامل كبير بأنه يمكن الشفاء منه بشكل تام من خلال العلاج الآن النصيحة أنه ما يجب المرأة تعمل إذا كانت مصابة نصابة السرطان الثدي وشفت منه الآن بشكل عام كل إمرأة لازم تقوم بفحص الثديين كل شهر فحص ذاته يعني بالبيت كل شهر بعد دورة الشهرية أفضل فترة هي بعد الدورة الشهرية بمدة قصيرة تقوم بفحص الثدي تشوف إذا فيه تغيرات فيه غير آتيادي الآن بعد المرأة اللي بتكون بعد سن الثلاثين صارت يعني عمرها ثلاثين وفوق لازم كل سنة تقوم بفحص الثديين عن الطبيب نرجع للسؤال المرأة اللي صار عندها سرطان الثدي وشفت منه تقوم بفحص الثلاثين تقوم بفحص الثديين تقوم بفحص الثديين تقوم بفحص دورة عند الطبيب الآن ابتداء من السنة الرابعة للسنة السادسة تصبح كل ستة شهور تقوم بفحص بعد السنة السادسة بعد السنة السادسة من الشفاء من المرض من السرطان احتمال ان يرجع المرض مرة ثاني يرجع السرطان مرة ثاني باحتمال ضعيف للسبب بيقول للأطباء انه كل سنة بترجع مثل لما الامرأة اللي عمرها ثلاثين سنة كل سنة لازم تروع البحث كمان الامرأة اللي شفت من المرض بعد السنة السادسة بصير لازم كل سنة تقوم بفحص دورة من السرطان السادسة السؤال اللي بعده بيقول هل الشفاء من ضغط الدم التخلي عن الأدوية مرتين في اليوم ممكن بعد سنوات من المعالجة كاتب هو انه بوقف التدخين موارسة الرياضة والنظام الغذائي الصحي هلأ بالنسبة لارتفاع ضغط الدم مرض ارتفاع ضغط الدم للأسف لا يمكن الشفاء منه الانسان اللي ينصاب بمرض ارتفاع ضغط الدم راح يضطر ياخذ ادوية طول حياته هلأ اذا كان ارتفاع ضغط الدم ببدايته يعني ما انه كتير بيرتفاع ممكن الانسان اذا اتبع نظام الغذائي صحي اه اعم بممارسة الرياضة بشكل دوري اعم بتخفيف الوزن اه وقف عن التدخين يعني مارس نمط حياة صحي بشكل عام ممكن انه يقدر اه يتخلى عن الدواء ما ياخد الدواء بشكل يعني يومي اه او يتخلى عنه بشكل كامل اذا كان الارتفاع الضغط في بدايته ما بيرتفع كتير يعني اما اذا كان الارتفاع بيرتفع كتير مثلا بوصل ممكن للميو ستين ميو سبعين احيانا هون لابد من الدواء ويلي عب ياخد هون السؤال اللي بيقول انه هو بياخده مرتين في اليوم هلا ممكن باتباع النظام غذائي صحي او نمط حياة صحي خلينا نقول مارس رياضة تنزيل وزن ومثل حكي اللي اناب ممكن انه يخفف الجرعة انه بدل ما ياخد حبتين باليوم يصير ياخد حبة وحدة او مثلا اه بدل ما ياخد لا نفرض مثلا اربعين ميلي جرام من دواء معين يصير ياخد يصير ياخد عشرين ميلي جرام اه ولكن انا ما بنصح يعني انه توقف عن اخذ الدواء بشكل كامل غير مصوح فيه ليش؟ لان الانسان معرض لانه خلال اليوم يعني يأكل شي شغلي تسبب ارتفاع ضط او مثلا ما يمارس الرياضة بشكل منتظام او مثلا يعصب او ينفعل او يتعرض للضغط نفسه كبير فيرتفع ضغطه بشكل مفاجئ وهو ما اخد الحبت فتناول الدواء كل يوم يعني هذا بصفه هون بهاي الحالي شي اقلائي اكتر منه علاجي اذا كان الانسان يتبع نظام غزائي صحي ونمط حياه صحي طبعا ايه اقلاف دواء ارتفاع ضد الدم لا يتم بشكل شخصي ما الانسان بيقول انا رح وقف الدواء اصح تميها هذا حسرا لازم يكون تحت استشارة الطبيب المعالج سؤال التالي بيقول مشروب لحرق الدهون اه الزنجبيل مع الليمون المي مع الليمون اه الشاي الاخضر طبعا بدون سكر القهوة كمان بدون سكر اه بس ما لازم نكتر من القهوة لان فيها كتير كافئين اليوم رح اكتفي بهذا القذر من الاجابة على الاسئلة ومتل ما حقيت في بداية الفيديو ان شاء الله رح اجاب على بقية الاسئلة بفيديوهات الجديدة ولا تنسوا تشتركها بالقناة وتتابعونا على الفيسبوك اشان تشوفوا لديوهات الجديدة